مصر بتستضيف النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد لتاني مرة بعد نسخة 1999 وللمرة الثالثة في إفريقيا بعد ما تونس استضافتها سنة 2005 البطولة اللي حتتلعب من 13 لحد 31 من شهر يناير الحالي بتشهد حدث تاريخي في اللعبة وهو مشاركة 32 منتخب للمرة الأولى وبنظام جديد للبطولة اتلعبت أول نسخة سنة 1938 في ألمانيا وكانت بمشاركة أربع دول فقط هم النمسا والسويد والدنمورك بجانب ألمانيا اللي فازت بالبطولة اللي اتلعبت لنظام مجموعة من دقوة واحد وبعد 16 سنة اتلعبت النسخة الثانية في السويد وزاد عدد المشاركين لست فرق اتقسموا على مجموعتين ومتصدر كل مجموعة صعد للنهاية وفازت باللقب وقتها في السويد فضل عدد الفرق يزيد في النسخة اللي بعد كده لحد ما وصل 24 منتخب في النسخة 14 من البطولة واللي اتلعبت لعيسلندا سنة 1995 واستمر العدد ده لآخر نسخة سنة 2019 لكن بطولة مصر 2021 بتشهد نظام جديد بعد وصول عدد المشاركين لرقم قياسي وهو 32 منتخب واللي تقسموا على 8 مجموعات كل مجموعة 4 فرق اول 3 من كل مجموعة حيتأهلوا للدور الرئيسي واصحاب المركز الرابع حيخوضوا منافسة كأس الرئيس الدور الرئيسي حيتكون من 4 مجموعات كل مجموعة منهم فيها 6 فرق من المتأهلين وحيصعدوا بنقاطهم اللي خدوها من فرق المتأهلة ازاي؟ يعني مثلا مصر في المجموعة السابعة مع السويد والشيك والشيدي بافتراض ان مصر فازت بكل ماتشاتها هتكون جمعت 6 نقاط وبافتراض صعد معها السويد بالفوز في الماتشين وتشيلي بالفوز على التشيك يبقى مصر تتأهل للدور الرئيسي بأربع نقاط بسبب فوزها على السويد وتشيلي المتأهلين معها وهكذا وينضم سلاسي المجموعة لسلاسي المجموعة التامنة بعد ما بيتم تقسيم الـ 24 فريق المتأهلين على أربع مجموعات بنقاطهم حيلعب كل فريق مع الثلاث منتخبات اللي مواجههاش قبل كده وفي النهاية حيتأهل أول وتاني كل مجموعة إلى ربع النهائي لو وصلت معانا لدور ربع النهائي ولسه فاهم فانت أكيد وصلت البر الأمام لأن من ربع النهائي والحد آخر البطولة حتتلعب بنظام خروج المغلوب عادي وأخيرا قبل ما يخلص الفيديو واجه بالتنوية إن المطولة حتتلعب على أربع صلات إشرفوا الحقيقة صالت استاد القاهرة الرئيسية واللي حتصطديف مجموعة مصر طبعا وصالت 6 أكتوبر الجديدة وصالت برج العرب وصالت العاصمة الإدارية الجديدة اشتركوا في القناة